استكمل في قاعة كاتدرائية البشارة بعمان اللقاء الثالث والأخير للدورة الرابعة عشر من برنامج خاتمين على صخرة الرب للمقبلين على الزواج بحضور الايكونومس إيرينيو سمدنات مسؤولي بيت العائلة المسيحي والمرشدة سمر تادروس وبمشاركة ما يزيد على مئة شاب وشابة من الخطاب حيث حملت المحاضرة عنوان العلاقة الجسدية في الزواج تحدث فيها الدكتور بشار قصوص عن الأمراض الوراثية وأمراض الخصوبة والأمراض المتناقلة جينيا مشددا على أهمية خضوع الخطاب لفحص ما قبل الزواج كما قدمت المرشدة الاجتماعية سمر تادروس نصائح علمية وعاملية لزواج ناجح وسعيد واختتم اللقاء بحديث روحي لقدس الأب إيرينيوس موضحا معنى وضع التاجين على رأس العروسين وغيرها من رموز الإكليل المقدس وفي ختام الدورة وزع الأيكونومس إيرينيوس مدنات شهادات المشاركة للخطاب متمنيا لهم حياة هنيئة ومباركة